طيب لو حد بيسمعنا بقولك أنا خاطئ شو العلاج للخطية؟ العلاج من جهة الله كله عمل من جهة الله هو خلقنا هو عطانا الكتب وعطانا الأنبياء وعطانا الوسايا وعطانا حقه عطانا تعليمه عطانا ابنه وعطانا فداءه ودمه والخلاص هو هبة مجانية بأفاس 2.9 بيقول بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية هو عطية فلو أنا أخي مثلا أقدم لك أي هدية هذه إن كانت ملآن ماء أو ذهب ماذا عليك أن تعمل لتنالها؟ إما تقول لا شكرا وإما تقبلها تقول شكرا لكن أن تسألني بماذا أساهم فإذا لم عادت الهدية هدية لا تستطيع شراء الهدية ولا استحقاق الهدية ولا المساهمة بالهدية عليك أن تقبلها أو ترفضها بالإيمان والتوبة وقبول مخطط الله قبول هذا المخلص الوحيد ليس بأحد غيري الخلاص هذا ليس من باب التعصب ولكن المسيح هو المخلص الوحيد لسببين لأنه هو الإله الذي تجسد اثنين لأنه الكامل الذي افتدانا ما في حدا كامل وافتدانا غيره والبأو كلنا بشر نؤمن لكنه إله صار بشر لهذين السببين شخصه وعمله إن لم نقبله بتوبة وبإيمان وبانكسار على خطيانا وندم على خطيانا ورغبة بحياة القداسي هذه كلها تحت كلمة يسميها إيمان الثقة التسليم فأذن الله خلاص لنا